تفقد وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بوحيبح سير العمل في المركز الإقليمي لمكافحة السل بالعاصمة عدن استمع الوزير من مدير المركز الدكتور عبد الناصر عياش لشرح عن سير عمل الإدارات والأقسام المخبرية العاملة وآليات عمل المركز ومنسقيه في المديريات المختلفة لعموم المحافظات وشدد الوزير العامل على تحسين البنية التحتية الموجودة وشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر الصحية والعمل على تطوير مهاراته